الرحيم اهلا بكم يا شباب معاكم دكتور اشرف رمضان ان شاء الله النهاردة هناخد اول حصة او اول محاضرة برياضيات الصف الاول الاعدادي طبعا المنهج كله ان شاء الله هندرسه من كتاب المعاصر في الرياضيات هيشاركني في مجموعة الفيديوهات دي بنتي هنا في الصف الاول الاعدادي ان شاء الله هنبدأ نشرح واحدة واحدة التفاصيل بتاعة المنهج ولو اي حد محتاج اي معلومة او اي شرحة اي زيادات ان شاء الله حضرين تحت امركم في اي شيء يلا بينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا هنبدأ ناخد في الاول الدرس الاول بتكلم عن مجموعة الاعداد يبقى احنا هنتكلم عن مجموعة الاعداد النسبية طيب يعني كلمة اعداد نسبية اولا يعني كلمة اعداد نسبية هنشوف دلوقتي احنا خدنا قبل الاعداد النسبية يا شباب يا هنه خدنا في عندي كنا بنعمل حاجة بسموها ايه شرطة كسر او بنسميها كسر كنا بنعمل شرطة الكسر دي كأنها قسمة كنا بنكتب رقم هنا فوق ورقم هنا تحت اللي فوق ده كنا بنسميه باست تمام الباست برافو عليك ايه هنا واللي تحت كنا بنسميه المقام يبقى احنا يا شباب يا شباب لو انا جيت قلتلك اقرالي الحاجة اللي هكتبها دلوقتي خمسة وشرطة تمام وستة تحتية هتتقر ازاي خمسة على ستة خمسة على ستة يعني شرطة الكسر دي دي بسموها شرطة الكسر تمام دي احنا بنسميها ايه على اللي هي القسمة يبقى انا عندي شرطة الكسر اللي هي على طيب تعالا نبدأ نشوف خدنا في الاول مجموعة الاعداد خدنا كزا نوع في السنين السابقة فقال لك والله في حاجة اسمها مجموعة اعداد مجموعة اعداد اعداد العد لما انا ابدأ اعد بعد من كام بعد من هنا يا هانا كام واحد اللي هي الواحد واللي اتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة وهكذا الى ما لا نهاية ما لا نهاية الرمز ده بنسميه ما لا نهاية خلي بالكم يا شباب القوس ده اللي انا عملته كده اهو ده اسمه قوس مجموعة اسمه قوس ايه مجموعة يبقى القوس ده اسمه قوس مجموعة ده بنسميها مجموعة اعداد العد مجموعة اعداد العد في بعد كده عندي مجموعة الاعداد الطبيعية مين شاطر؟ غير هنا يقول لي مجموعة الأعداد الطبيعية كان رمزها ايه زمان خدناها مين شاطر غير هنا مين يقول مجموعة الأعداد الطبيعية كنا بنرمز لها بالرمز طه يبقى الأعداد مجموعة خلاص هنسميها مجموعة عشان هنحط برضو نفس القصة القصة بتاع المجموعة مجموعة الأعداد الطبيعية أول حرف من كلمة طبيعية اللي هو الطه يبقى مجموعة الأعداد أيوة مجموعة الأعداد طبعا زي ما بتقول هنا دي مجموعة العد كان اسمها ممكن نسميها مجموعة العين صح كده ومجموعة الأعداد الطبيعية هنسميها طه طيب ايه الزيادة بقى اللي زاد من مجموعة العد اللي هي دي عشان تبقى طه السفر برافو عليك يا انا سفر واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وها كزا لحد ما لا نهاية ونعمل قص مجموعة يبقى لو سألتك القص ده اسمه قص ايه قص مجموعة برافو عليك يبقى دي اسمها الأعداد الطبيعية تاني يبقى ايه الفرق بين ايه الفرق بين مجموعة الأعداد اللي احنا بنسميها أعداد العد وايه الأعداد الطبيعية ان انا بيزيد عندي في الطبيعية السفر بعد كده رح نزودنا بقينا شطرين خالص وروح نخدنا في السنين السابقة ان انا لو عملت خط الأعداد كده تمام كنت بحط هنا مثلا السفر كنت بطلع ناحية اليمين بحط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لحد موصل لموجب مالا نهاية طب والنحية الشمال دي دة كان نحية اليمين اليمين تمام نحية اليمين اهو ده الموجب تمام أو الزائد الاشراء موجب واحد موجب اتنين طب والنحية التانية كان نحية ايه يبقى انت هتروحي عند اقصى اليمين موجب ما لا نهاية عند اقصى الشمال او اليسار سالب ما لا نهاية سالب ما لا نهاية يبقى احنا هنبدأ نقول والله الناحية الشمال دي اللي هي ايه السالب او الناقص بنسميه ده السالب او بيسموه الناقص عادي ينفع تمام طيب يبقى هنا انا هبدأ امشي اكمل برضو اهو لحد موجب ما لا نهاية وهنا بكمل لحد سالب ما لا نهاية مين شطورة يقولي الاعداد دي كنا بنسميها الاعداد ايه صحيحة برافو عليك يا هنه ممتاز ممتاز هنونة يبقى دي هنسميها احنا قلنا كل اسمه ايه يبدأ بكلمة مجموعة تمام يبقى دي بنسميها مجموعة مجموعة الاعداد الايه يا هنه الصحيحة تمام صحيحة اولها حرف ايه يا هنه صاد يبقى احنا خدنا العد عين والطبيعية طه وبعد كده الصحيحة صاد يبقى الصاد تساوي نعمل قس ايه يا هنه قس مجموعة ونحط هنا في النص السفر وبعدين نمشي ناحية اليمين نحط شوية واحد اتنين تلاتة وهكذا لحد موجب ما لا نهاية طب والنحية دي نحط هيه هنا سالب واحد وسالب اتنين وسالب تلاتة وهكذا لحد سالب ما لا نهاية يبقى نراجع تاني يا هنه يا هنه نراجع تاني مجموعة الاعداد النسبية اخدنا مقدمة اني انا لو عندي الشرطة دي بنسميها شرطة كسر اللي هي على برافو عليك اللي هي عبارة عن بسط على مقام وبعدين بنراجع تلات مجموعات رقم واحد مجموعة العد رقم اتنين مجموعة الاعداد الطبيعية رقم تلاتة مجموعة الاعداد الصحيحة برافو عليكم يا شباب لازم تحيوا هنا تحية كبيرة لان هي شطرة جدا طيب في الوحدة اللي جاية دي او الشغل اللي احنا هنشتغل فيه هنضيف بقى بدل ما احنا ماشيين واحد اتنين تلاتة اربعة هنروح نقول والله في عندي رقم اربعة اهي ده الجديد اهي رقم اربعة هنسميها مجموعة الاعداد النسبية ونرمز لها من غير ما نفكر نسبية اولها حرف ايه نون يبقى هنرمز لها بالرمز نون يبقى دي هنسميها يلا يا هنه مجموعة نون الاعداد الاعداد النسبية مجموعة الاعداد النسبية نون مجموعة الاعداد النسبية مين يا شباب عايز اعل الصوت نون برافو عليكم طيب تعالى نبدأ نشوف يعني ايه مجموعة الاعداد النسبية يعني انا لو جيت قلت لك والله واحد على اتنين دي مش بنقراها ايه واحد على اتنين او نص صح طيب دي نقراها سالب خمسة على تمانية يبقى دي نقراها كم سالب خمسة على تمانية طيب ودي تلاتة عادي بالموجب وده ممكن نكتب سفر يبقى ده برضو نسبي طيب وبعد كده في عندي تلاتة وجنبيها نص كده تتقري ازاي دي اهنا تلاتة ونص طيب لو احنا قلنا والله في عندي الرقم ده سبعة وعلامة عشرية وسفر يتتقري كم سبعة من عشرة ودي تتقري كم اتنين وخمسة من عشرة او اتنين ونص تمام ده كله اقدر اسميها اعداد نسبية في واحد يقولي طبنا مكتوب في الكتاب خمستاشر وجنبها علامة في المية يبقى دي كأنها تساوي خمستاشر في المية برافو عليك يا هنونة خمستاشر على مية اللي هي نقدر نكتبها خمستاشر من مية تاني تاني يا شباب الحتة دي تهمني جدا تعالوا كده نعمل عليها هايلايت نعلمها او دي بتتقري ازاي اللي انا باخبط عليها دي خمستاشر في المية يبقى الرقم ده بتقري في المية رحنا حولناها خلناها خمستاشر على مية خمستاشر على مية ممكن نكتبها تاني خمستاشر من مية تعال نكتبهم عشان احنا ايه يبقى دي نسميها خمستاشر في المية هي هي خمستاشر على مية هي هي خمستاشر من مية مهم جدا يا شباب تبقوا عارفين الكلام ده نقرأه ازاي يبقى انا هنا عندي دي بنسميها ايه يلا يا هانا تاني خمستاشر في المية بقى ودي نقرأها ايه خمستاشر على مية خمستاشر على مية ودي نقرأها ايه خمستاشر من مية برافو عليكم يا شباب احنا متابعين من الكتاب واحدة واحدة طيب هتيجي تسألني تقول لي طيب يا دكتور هو يعني ايه العدد النسبي قال لي والله العدد النسبي هو العدد الذي يمكن التعبير عنه في صورة قسمة عدد صحيح على عدد صحيح اخر لا يساوي صفر يعني ايه يعني تعريف العدد النسبي عايز افهم انا سيبك من الكلام الكتير العدد النسبي هو عبارة عن ايه صورة قسمة يعني دي قسمة اهي فهو بتكتب عدد فوق وعدد تحت المهم ان العدد اللي تحت لا يساوي صفر يعني الكلام ده يعني ايه ايوه يبقى انا هنا ممكن ممكن يبقى هنا عندي زي ما قلنا احنا قلنا ايه اللي فوق ده اسمه ايه اه اللي فوق ده اسمه عدد عادي بسط وده اسمه مقام يعني العدد النسبي عبارة عن قسمة بسط على مقام يعني كأنه كسر المهم يا شباب المهم لا يساوي المقام لا يساوي صفر ليه لان القسمة على صفر ليست لها معنى ما ينفعش اقول لك خذ العشر برطؤنات دول وديهم لصفر من الناس اديهم لصفر طيب خذ العشرين جنيه دي وديها لصفر ما انا كده مش هديها لحد يعني عارف لو عشرين جنيه وقلت لك اديهم لهنا يبقى هنا هتاخد كل العشرين جنيه طيب لو قلت لك العشرين جنيه اديهم لهنا وقادم بالتساوي يبقى هنا تاخد عشرة وقادم ياخد عشرة اما انا لو قلت لك اقسمها على صفر ما ينفعش يبقى مهم جدا في التعريف ان المقام لا يساوي صفر العدد النسبي هو جميع الأعداد التي يمكن وضعها في صورة ألف على به يعني ألف على به يعني ألف هو البسط والباء هو المقام والباء أو البيه هي مين المقام يبقى أي عدد أقدر أحطه في صورة ألف على به تمام يبقى من عدد نسبي بحيث الألف طبعا عدد صحيح إيه الشرط ألف عدد صحيح والبيه عدد صحيح ماله ممتازة جدا يا حبيبتي والله وان شاء الله هنفيد ناس كتير جدا في الشرح ده ادعو لنا يا شباب ان ربنا يكرمنا ان شاء الله في قول اعدادي وهنا تجيب النهائيات في كل المواد باذن الله تعالى وكل الناس اللي بتسمعنا في الفيديو ده وهوعدكم ان احنا مكملين طول السنة في نفس الاسلوب طيب يبقى اهم حاجة المقام عدد صحيح لا يساوي ايه يا هنه لا يساوي الصفر طيب اللي فوق احنا هنا كنا مسمينه تمام كنا مسمينه ايه حدي النسبة يعني ايه حدي النسبة احنا قلنا اللي فوق نسمينه بسط وده اسمه مقام ده هنسميه حد النسبة لان لما يكون عندي نسبة ايه النسبة دي ادي شرطة الكسر او دي هنسميها نسبة نسبة او قسمة بيسموها عادي تنفع النسبة دي معناها ان اللي فوق ده حد القسمة اللي هو البسط والتاني برضو حد قسمة طيب المسنة حد وحد يبقوا حدين صح فبيسموها حدي العدد النسبي حدين يعني البسط والمقام حدين يعني البسط والمقام تعالوا ناخد تعريف مجموعة الأعداد النسبية ويهمني جدا يا شباب تعرف ان الكلام ده بيتكتب ازاي فبيقولك هنا يلا يا هنا مجموعة الأعداد النسبية اللي هي خلاص احنا اتفقنا يا شباب اسمها ايه نسبية يبقى نون طول المنهج هنسميها كده النون دي يا شباب النون تساوي احنا قلنا دايما شغلنا على هيط قوس ايه قوس مجموعة طيب اللي انا هكتبه جوه ده ده تعريف الأعداد النسبية بس بايه بس بالرياضة يعني بأسلوب او بصيغة رياضية طيب يعني ايه الكلام ده عشان احنا لسه في قولي اعدادي ومش فاهمين هقولك الموضوع يا حبيبي بسيط جدا انا عندي هنا رمز مجهول اسمه سين يبقى العداد النسبية لو انا عندي عدد سين حيث النقطتين دول معناهم ايه حيث ان السين تساوي ألف على به مش احنا قلنا من شوية يا حلوين اني ألف على به اهيه اللي هي يبقى عدد صحيح على عدد صحيح لا يساوي سفر قلنا عليها بسط ومقام او قلنا عليها حدي النسبة هي ده اللي احنا بنكتبها هنا هنكتب نون بتساوي اهنا قوس مجموعة سين حيث سين تساوي ألف على به وبعدين يعرف لي مين الالف يبقى الالف احنا قلنا ايه الالف الرمز ده اللي هكتبه يا هنه ينتمي ولا جزئية من ينتمي برفو عليك احنا على فكرة مش بنرتب التسجيل يا شباب يعني احنا لو غلطت بتبقى بتغلط صح لو هي قالت صح يبقى هي شطورة وانتو ايه برضو نفس القصة عادي احنا دينا سنتين في الكورونا ما درسناش حاجة فانا معاكم بالراحة خالص يبقى نقرأ الثاني سين حيثو سين تساوي الف على به وبعد كده اكتب فصلة والف تنتمي الى صاد يبقى دي اسمها الرمز ده اسمه ايه يا شباب تنتمي او تنتمي الى تنتمي الى صاد طيب والبه برضو البه تنتمي الى صاد وإحنا قلنا هنا الشرط يا حلوين بيقول ايه عدد صحيح لا يساوي صفر يبقى مين هنا اللي تحت في المقام البه يبقى لازم اكتب والبه لا تساوي صفر يعني لازم الهيه ما تطلاش صفر ايوه برافو عليكي طب تعالوا كده نشوف مين الشاطرين الحلوين الاوائل بتوع الجمهورية ان شاء الله فقول اعدادي يبقى يا شباب مجموعة الاعداد النسبية رمزها ايه على صوتك نون طب تعالوا نكتب النون عشان من دلوقتي هنخب المعادلة وانت تكتبها تكتبها ازاي تكتب نون هنا على اليمين وبعدين يساوي وتفتح قوس مجموعة وتقول لي والله يا دكتور انت قلت من شوية ان الاعداد النسبية الف على به يعني بسط على مقام وانت قلت لازم البسط يبقى عدد صحيح اهو كلام والمقام لازم يكون عدد صحيح ولازم المقام لا يساوي صفر طب نكتبها ازاي في الرياضة قلناها كده نفتح قوس مجموعة سين حيث سين تساوي الف على به اول شرط ان الالف تنتمي الى صاد اللي هي الالف دي لازم يكون عدد صحيح والبه تنتمي الى صاد هقف كده لأ انت لسه قايل ان فيه شرط ان المقام لا يساوي صفر يبقى لازم اكتب ان البي البي عفوا خلينا نمسحها دي اهو من هنا بنمسح اهو اهو تمام ونكتب تاني اهو ب تنتمي الى صاد و ب لا تساوي صفر ونقفل قوس المجموعة يلا كده هختبر هنا قدامكم اهو يلا هو احنا هسين اتنين سين ولا سين واحد لا هي سين واحدة احنا قلنا يا هنونة دلوقتي يا حبيبتي ان السين حيسو هو بقول لي ايه يعني هقول لك ايه اشرف طب اشرف ده حيسو اشرف ده تعريفه اشرف اشرف ده دكتور مهندس مش عارف فاحنا عرفنا السين يبقى التعريف ده سين دي معناها ان انا بتكلم على عدد من اعداد النسبية او عدد نسبي تعالى يلا نكتبها تاني تاني عشان الشباب اللي كانوش مركزين زي هنونة الشطورة طيب نعملها ازاي يلا مين هيقول في حد اسمه احمد هنا محمد علي البنات فاطمة زهراء اي حد مونة نا مين هيقول مفيش غير هنا يلا يقول يا نون 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 خلي بالك انا بقول لها انا بدلعها بقول لها يا نون يعني ايه يعني هي عبارة عن الاعداد النسبية يعني هي اكتر واحدة نون لاني هنا اهيه هنا وانا بدلعها نون يبقى نون هي ايه الاعداد النسبية طب عرفيلي الاعداد النسبية يبقى حط ايه يساوي وبعدين اعمل قوس مجموعة علي صوتك عشان الناس تسمح قوس مجموعة وانا بقول لهم مش ستنين سين انا بعرفها ان النون دي بتساوي سين حيث النون دي بتساوي سين اللي هي السين بتساوي ايه بقى السين بتساوي كسر اللي هو الف على به طيب يا شباب الالف هل هي عدد طبيعي عدد صحيح اه هي عدد صحيح تنتمي الى صاد والبه عدد صحيح لا يساوي صفر والبه برضو عدد صحيح يبقى تنتمي الى صاد واحنا قلنا المقام لا يساوي صفر يبقى لازم من المقام هنا الالف ولا البيه المقام يبقى البيه لازم اكتب لا تساوي صفر يبقى ده تعريف مين يا شباب تعدي تعريف الاعداد النسبية تعريف الاعداد النسبية نون تساوي سين حيث السين عبارة عن الف على به وبعد كده لازم اعرف ان الالف تنتمي الى صاد والبه تنتمي الى صاد يعني عدد صحيح ولازم اقول ان المقام لا يساوي سفر وبالتالي به لا تساوي سفر تعالى نشوف بعض العمليات طب ايه بقى العمليات والقصة اللي انت هتحكي فيها دي يا دكتور اقول لك الموضوع ده سهل جدا انت عارف ان كل العمليات اللي احنا بنشتغل عليها يا اما زائد يا اما ناقص زائد دي قلنا عليها ايه انا الزائد الزائد اللي هي الموجب بنسميها جمع اهو او عكس الجمع طرح وفي بعد كده العمليات التالتة ضرب ضرب اللي هي بنعملها كده شباب علامة الفيء او نعملها نجمة في بعض الكتب يبقى دي اسمها ايه ضرب وجمع وطرح وفضل واحدة وقسمة دي اهم واحدة القسمة دي لان هي ايه هي اللي احنا بنقسم اهو نحط علامة القسمة ودي هي اللي هتبدأ تتحرك معانا في مجموعة الاعداد النسبية يبقى ايه هي العمليات اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها الجمع والطرح والضرب والقسمة خلي بالك دايما بنقول ان الجمع والطرح عكس بعض يعني في الجمع انا كسبت اما في الطرح خسرت يعني مثلا عندي موجب خمسة موجب خمسة دي معناها كسبان خمسة اي حاجة خمسة برطقانة خمسة جنيه خمسة اي شيء فانا كسبت طب لو سالب خمسة يبقى انا ايه يبقى انا خسرت خمسة خسرت خمسة طيب ومين عكس مين الضرب الضرب عكس القسمة الضرب عكس القسمة عكس يبقى انا دي العمليات اللي انا هشتغل عليها في الرياضيات بتاعتنا طيب تعال نشوف هنا في الكتاب كتاب المعاصر بيقولك جميع الاعداد والكسور العشرية هي اعداد نسبية جميع الاعداد والكسور العشرية هي اعداد نسبية ليه لان اي كسر عشر احنا عرفنا في الاول اصلا الكسر الف على به ده احنا قلنا عليه ايه كسر كسر يعني بسط ومقام ومقام بسط ومقام يبقى هو بيقول لي والله انا اقدر اقول ان اي كسر عبارة عن عدد نسبي يبقى اي كسر عبارة عن عدد نسبي طيب وكمان الاعداد العشرية احنا قلنا مثلا ايه خمستاشر من مية اللي خدناها من شوية يعني نقدر نكتبها خمستاشر على مية بيئة كسر سبعة من عشرة اللي هي سبعة على عشرة يبقى ده عدد تمام ده احنا بنسميه ايه كسر كسر اهو اللي هو عدد عشري تمام طيب جميع النسب المقاوية هي اعداد تمام نسبية يعني لما اقول لك مثلا انا ان شاء الله جابت على الاقل تسعة وتسعين في المية يعني انا جابت تسعة وتسعين من مية او على مية يبقى ده برضو عدد ايه نسبي يبقى اي حاجة في المية عدد نسبي اي كسر عدد نسبي طيب ما هو قلنا هي هي دي العدد النسبية العدد النسبي يعني مثلا لما اقول لك كده سبعتاشر على تلاتين ده عدد نسبي ولا لا عدد نسبي عدد نسبي ليه لانه عبارة عن بسط على مقام والمقام ما له لا يساوي سفر لو انا قلتلك مثلا خمسة وعشرين على سفر ده عدد نسبي لا لانه صح بسط ومقام بس المقام بتاعه يساوي ايه سفري عدد نسبي بازال سفر عدد نسبي ول لا السفر ما ينفع خليه فوق لو انا قلت صح برضو سؤال ده ذاكي اهو لو سفر على خمسة وعشرين تنفع اه لان السفر على خمسة وعشرين ده يديني ايه سفر على اي رقم بسفر على اي رقم بسفر عما القسمة على سفر زي ما بناقول القسمة على سفر ليست لها معنى بالتالي 25 على سفر دي عدد غير نسبي عدد غير نسبي لكن لو قام ال�� كان البسط هو الصفر هيبقى عدد نسبي لانه بصفر الناتج طب لو كان عندي عدد صحيح يعني الخمسة مثلا الخمسة دي عدد صحيح ينفع برضو اقول عليها عدد نسبي ليه عشان مش صفر عشان اقدر اخليها خمسة على واحد اهو مشان اخليتها كسر والمقام ما يسويش صفر خمسة على صفر ما تنفعش تكون خمسة على صفر طب لو قلتلك التمانية هي عدد صحيح التمانية وتنفع تكون عدد نسبي خلاص ممتاز يبقى هو رقم ثلاثة شباب اللي جميع الاعداد الصحيحة اعداد نسبية يبقى خلي بالك نعد تاني اي كسر اي كسر اللي هو بسط على مقام يبقى ايه يبقى نسبي ما عدا ان يبقى المقام بتاعه بصفر اتنين اي نسبة مقوية اي نسبة مقوية تعتبر عدد نسبي رقم ثلاثة تمام اي عدد صحيح عدد صحيح يعتبر عدد يعني السبعة عدد صحيح وهو هو في نفس الوقت عدد نسبي عدد نسبي طيب في معلومة مهمة جدا بتيجي في الاختيارات اللي هي ايه ان كل الاعداد الصحيحة الاعداد الصحيحة اللي هي ايه احنا قلناها من فوق تعال ان ارجع اهو ارجع والورا دابع عندك الاعداد الصحيحة اللي هي السفر والموجب كله والسالب كله يبقى انت عندك الصاد اقدر اتطحها الصاد موجب وسفر وصاد سالب خدناها قبل كده صاد موجب وقص مجموعة برضه صاد موجب مجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة وساد سالب مجموعة الاعداد الصحيحة السالبة والسفر طب كل دول ينفع اخليهم اعداد نسبية لان احنا قلنا ما دونك مقامه مش سفر يبقى نسبي طب ده معناه ايه معناه ان كل الاعداد الصحيحة جزئية من الاعداد النسبية يبقى مين الحاجة الاكبر النون ومن اللي جزء منها الاصغر الصاد لو احنا جينا خلي بالك دي اسمها ايه احنا قلنا دي جزء جزء من يبقى الرمز ده اسمه جزء من خلي بالك ودي كده غير جزء دي بتستخدم مجموعة مع مجموعة يعني انا دلوقتي لما قلت الصاد كلها جزء من النون لو جيت قلت مثلا الخمسة والسبعة دول اهو قص مجموعة هقول ايه من الصاد كلها جزء من اما لو قلت الخمسة بس من الصاد كلها تنتمي الى يبقى تنتمي دي اسمها تنتمي تنتمي الى تنتمي الى ودي اسمها ايه لا تنتمي لا تنتمي يبقى واحدة تنتمي واحدة لا تنتمي دي عبارة عن ايه هنا احنا قلنا مجموعة من مجموعة اما التنتمي دي عبارة عن ايه عنصر من مجموعة الجزئية للمجموعة لا تنتمي للعنصر الواحد برافو عليك تنتمي للعنصر الواحد شطورة يا هنه شطورة يا هنه ممتازة جدا جدا طب تعال نيجي فاكر انت التمثيل بالاشكال مين جوه مين مين جوه مين طبعا احنا عرفنا الاعداد الطبيعية ايه يا شباب اهو الاعداد الطبيعية الطبيعية هي مين السفر والواحد تعال نعلم عليهم اهو ركز معايا محدش يسرح محدش يسرح كله يركز اهو يا هنه السفر والواحد والاثنين اللي حد موجب ما لنهاية السفر معاهم ده كان طبيعي طيب لما رحنا ليه الصحيح مش هم هم السفر والواحد اهو السفر والواحد اثنين والثلاثة دول كلهم هم الطبيعي يبقى الصحيح عبارة عن الطبيعي زودنا عليه مين السالب طيب يعني الصحيح اكبر من الطبيعي برافو عليك يعني الطبيعي حتة من الصحيح يلا نكتبها كده نرسمها اهو تعالى نرسم يا معلم احلى رسمة هي انا قالت ادي دايرتين مين جوه مين مين الاصغر الطبيعي ومين اللي اكبر الصحيح طب زاد ايه عليه هنا يعني لو ده كله الطبيعي لا لو ده طبيعي اللي هم شوية اللي جوه ده الطبيعي عشان نبقى صحيح زاد عليها السالب صاد الاعداد السالبة طب لو احنا قلنا حد اكبر منهم كلهم النسبية لان هيزيد عليها الكسور وهيزيد عليها النسبة المقاوية النسبية انفا تجيب منها نسب من الطف والصاد ايوه برافو علي يعني انا لو قلتلك مثلا الخامسة ركزوا شباب في المثال ده مثال بسيط كله يفهم الخامسة هي عدد طبيعي الخامسة طبيعي يبقى الخامسة هي طبيعي وهي هي برضو الخامسة يعتبر عدد صحيح لانه عدد صحيح بايه بالموجة عدد صحيح بالموجة لكن السالب خامسة السالب خامسة السالب خامسة بقى عدد صحيح عدد صحيح وليست طبيعي صح؟ عدد صحيح من فاش يكون طبيعي برافو عليك طيب لو جينا هنا قلنا قلنا مثلا خمسة ونص عدد هو العدد ده مش صحيح يعني ايه صحيح يا شباب بالبلدي عدد صحيح يعني الواحد ده صحيح اما واحده ربع مش صحيح مش صحيح دخلنا على حتة من الحاجة واحده نص واحده ثلاثة ربع واحده خمس السالب ينفع تكون في النسبي؟ اه دلوقت اللي انا بصيت سؤال هنا بتقول لي السالب نسبي ايوة ينفع يعني سالب خمسة هو عدد صحيح وفي نفس التوقيت هو عدد نسبي مدونت هو سالب يبقى في الحتة دي اهو كل ده برا يعتبر سالب ينفع يبقى نسبي يعني كل اللي جوه الصحيح اي عدد صحيح اه يعني ينفع تبقى سالب خمسة على واحد تنفع اي عدد صحيح يعتبر عدد نسبي نحفظ مع بعض يلا اي عدد صحيح يعتبر عدد نسبي يبقى تعالى نرسم الدائر دي اه الدائرة اللي جوا اسمها ايه؟ طه اللي اكبر منها اسمها ايه؟ صاد اللي اكبر منها اسمها ايه؟ نون عشان تعرفوا ان هانا بنتي فوق الاعدادي كان المنهج كله بيتكلم عليها لانها اسمها هنونة فانا بدلعها بقولها نون يعني اعدادها نسبية طيب تعالى بقى نشوف حتة مهمة جدا ونبدأ ناخد بقى بعد الشرح نبدأ نخش بعديها ان شاء الله على المسائل ونشوف بقى مين مركز ومين مش مركز بيقول لي ملاحظة كل عدد صحيح اهو اي عدد صحيح يعتبر عدد نسبي وليست العكس يعني ايه؟ يعني انا قلتلك مثلا هنا العدد سبعة العدد سبعة ده ماله صحيح وماله ونسبي يبقى اي عدد صحيح هو عدد نسبي اما لو قلتلك سبعة وثلاثة من عشرة ما يكونش صحيح يبقى ليست صحيح ولكنه نسبي يبقى الملاحظة الاولى كل عدد صحيح هو عدد نسبي ولكن ليست كل عدد نسبي هو عدد صحيح مين اكبر؟ النسبي اكبر دايرة يبقى كل الناس يا شباب احنا هنا اهو عشان الناس تبقى شايفة انا فين اهو اي عدد اي عدد جوة دايرة دي صحيح فبالتالي اهو مش هنحفظ اي حاجة في الرياضة ودي ميزة المهندسين يا شباب عايزكم تبقوا مهندسين من دلوقتي اللي جوة الدايرة اللي هو الصحاب يبقى كل عدد يلا يا هنا صحيح هو عدد نسبي ولست العكس يعني ليست العكس يعني ليست العكس чноق لا يكون عدد نسبي اPSر Quad تحزق واكبر دليل مثلا قلنا 2015 88 و15 مينفعش نص يكون عدد صحيح نص ماينفعش تكون عدد صحيح ربع ماينفعش تكون عدد صحيح وهكذا vivo زي مكتوب لي في الكتاب الاتناشرة على ستة. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه واربعة وعشرين على اربعة بستة يبقى ستة وربع ما دون تبقي ستة وشوية ستة وربع ده مش عدد صحيح بس يعتبر عدد نسبي تعال بقى يا شباب نحل احنا هنحل بالترتيب عشان الناس اللي ماشي معنا في الكتاب طيب بيقول لك مثال واحد اهو مثال واحد وضح لماذا يكون كل عدد من اعداد الاتية عددا نسبيا اول عدد تلاتة واثنين على خمسة ده يتقري ازاي تلاتة واثنين على خمسة او تلاتة وخمسين تلاتة وخمسين بنحل المسألة دي ازاي عايز الناس تركز عايز الناس تركز عايز احول دي لكسر يعني بسط ومقام الناس ناسية هفكرها باسلوب لذيذ جدا وسهل جدا تعمل ايه تعمل ايه المقام مش بيتغير في عندي اسلوب بسيط جدا المقام مش بيتغير زي ما بتقول هانا في عندي اسلوب بسيط جدا اللي هو ايه ان انا اخلي خمسة على الاتنين لا غلط هي اتنين على خمسة مركزين برافو عليكم اتنين على خمسة واعمل ايه واعمل ايه عايز اخلي التلاتة دي يبقى فيها مقامها خمسة مش ينفع اخليها كده كأنها مضروبة اهي يبقى كام لو انا ضرب تلاتة في خمسة بخمستاشر خمستاشر على الخمسة فيها الكام خمستاشر على الخمسة فيها التلاتة ايوا مساء رائز عليكم حمستاشر على خمسة فيها تلاتة هل ينفع اعملها كده يعني هل ينفع اعملها اتنين على خمسة في خمستاشر على خمسة خطأ أمو سير عملها ازاي بقى النهات الصغطين قالك لا اخلي بقى لك دي تقري كام تلاتة وتنين على خمسة وي وي دي كأنها ايه كأنها جمع يبقى انا خلي اتنين على خمسة والثلاثة أخليها كم على خمسة خمسطاشر على خمس بقي إيه اللي هيحصل عندي هنا ركز عشان هقولها بأسلوبين يبقى أنا حولت أي كسرة خلي ده على خمسة أهو على خمسة جاهز طيب عشان أخلي المقام بتاع دي خمسة هضرف خمسة فوق وخمسة تحت ثلاثة في خمسة بيض خمسطاشر على خمسة ماشي هندخل في المسائل وأنا هتنام طيب ركزي معا ايوه ما هو كده كده في الجمع ده اسمه ايه جمع جمع الكسور خدتوه في السنة اللي فاتت اللي انتو كنتوا فيها في الكورونا والناس نايمة يعني ايه جمع الكسور اهو ادي ده كسر وده كسر واللي بينهم اشارة جمع اول حاجة ابص عليها زي ما قالت هانونة الشاطرة المقام هو هو المقام يبقى ينزل واحد منهم بس سهلة صح لما يكون المقام هو المقام هنزل مقام واحد منهم طيب واعمل ايه فوق اجمع البسطين البسط الاولان اسمه ايه اتنين والاشارة زائد والمقام التاني خمستاشر يلا مين شاطر خمستاشر خمستاشر زائد اتنين بسبعتاشر على خمسة هتقول لي بس يا دكتور هي مش محلولة كده في الكتاب تعال نفهم هالكتاب حليلها ازاي الرقم كان كام تلاتة هي كتاب حليلها بس في طريقة مختلفة اهو هقول لك ببساطة تلاتة واتنين على خمسة نعملها ازاي ركزوا معايا شباب في الحتة دي ركزوا معايا في الحتة دي هعمل مقص هنا يعني ايه اول حاجة هنزل اهو هكتبها لك نزل نزل المقام المقام كام حمسة المقام نزل وبعدين فوق نزل البسط نزل البسط من فوق نزل البسط نزلت البسط اللي هو كام اتنين واعمل شرطة كسر طويلة وبعدين اعمل مقص يعني اعمل مقص اضرب تلاتة تلاتة في خمسة يبقى حط هنا الاشارة اهم حاجة زائد وتلاتة في خمسة في خمسطاش تطلع برضو سبعتاشر على الخمسة تعالي ناخد واحدة تانية غير اللي موجودة في الكتاب تمام اربعة و تلاتة على سبعة سهلة اهي نعمل شرطة كسر طويلة نزل نزل المقام نزلت مين المقام اللي هو السبعة وبعد كده نزل البسط نزل البسط تلاتة هتبقى تلاتة وحط زائد وبعدين نضرب مقص تعالي نجيب كده حاجة مختلفة اهو مقص احفظ معايا مقص مقص يا عم بالمصري اربعة في سبعة طبعا هنا مش حافظة جدول الضرب وذي المشكلة عايزكم بقى تشجعوها في التعليقات والكومنتات قولوا له يا الله يا هانا أربعة في سبعة اربعة في سبعة. تمانية وعشرين. يبقى انا مش غلطانة انتم شايفين انا شطور هي اللي غلطانة. طيب تلاتة زائد تمانية وعشرين لسه انا بتعد على صوابحها تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين. يبقى واحد وتلاتين على السبعة. يبقى احنا عرفنا نحول هذا او هذه الصيغة الى صيغة كسر بس بسه مقام. يبقى بنعملها ازاي? فيه طريقة اسهل. ايه الاسهل? مفيش اسهل من اللي بيقولوا. فيه. الدكتور. يلا اقولي. اللي هي تلاتة على سبعة. انهو كده. فانت هتعمل. هتضرب دي في دي. ماشي. هتضرب اربعة في سبعة. اربعة في سبعة. اربعة في سبعة. ثلاثة بتمانية وعشرين. تمانية وعشرين. صح? ايوه وبعدين. دي. هتبقى هي هي زائد ثلاثة. ايوه. طيب ما هتبقى واحد وتلاتة. ماشي يعني انت عايزة احنا قلنا ايه? القانون. نزل المقام زي ما هو. تمان? وهنا قالت اضرب اربعة في سبعة اهي. اللي هي المقص. بس لو هتحق. بتمانية وعشرين. زائد. نزل مين? البسط. تلاتة. تبقى واحد وتلاتين. على السبعة. هي هي هنا. ليه? ليه يا شباب الحتة لقلتها هنا دي? لان احنا خدنا الجمع. الجمع. ابدالي. يعني ابدالي. لو قلتلك تمانية وعشرين زائد تلاتة. هي هي تلاتة زائد تمانية وعشرين. تطلع بكم؟ بواحد وتلاتين. اما انا لما اقولك يا هنا. تمانية وعشرين ناقص تلاتة. تمانية وعشرين ناقص تلاتة بخمسة وعشرين. لكن تلاتة. اما تلاتة ناقص تمانية وعشرين تطلع بسالب خمسة وعشرين. يبقى الطرح غير ابدالي. يعني انا ينفع الرقمين دول مجموعين ابدلهم. التلاتة الاول ماشي. اما هنا الطرح غير ابدالي. يعني انا هنا اكسبت تمانية وعشرين واخسرت تلاتة. يبقى كسبان. كسبان. انا هنا كسبان. اما هنا تلاتة ناقص تمانية وعشرين. خسران. لانها بالسالب. يبقى الموجب الموجب. مكسب والسالب خسارة. طيب رقم اتنين. بيقول لي يا هنا. سالب سالب. اهي رقم اتنين يا شباب. سالب سبعتاشر من مية. احنا قلنا السالب. هننزل السالب. وسبعتاشر من مية اقدر اخليها سبعتاشر على مية. دي سهلة خالص. يبقى ده انا قدرت اخليها سبعتاشر على مية. طيب رقم تلاتة يا شباب في الكتاب الناس اللي امتبع معانا. ستة يا هنا. وبعدها سفر وسفر وعلامة وسفر. دي تقرأ ايه بقافر. ابراء ممتازة. والله مش بجميلها عشان هي بنتي واحنا بنسجل فيديو. لا هي ممتازة. يبقى ستة من الف يبقى عبارة عن ستة على الف. برافو. برافو هنونة. هنونة. ممتاز. طيب يبقى دي ستة من الف. طيب. بقى كده كم دي? يلا هنا ساعديني رقم اربعة. سبعة وعشرين في المية. يعني سبعة وعشرين على مية. من مية. او اكتبها سبعة وعشرين على مية. انا اشطر مني يا جدعان. خلاص? سبعة عشرين على مية. طيب تعال نشوف بيقولك في مسائل ودي بقى يا شباب تهتموا بها. عشان دي انتو مش معاكم الحل بتاعها. تمام? طبعا هنا بيقولك الحلول بتاعت المسائل دي موجود الحل النهائي في اخر الاجابات. يبقى احنا لازم نشوف دلوقت الدرس الاول فين اجاباته وراه. عايزين نبدأ ندور. اهو بيقولي ايه? الاجابات النهائية لأسئلة تحاول بنفسك تجدها نهاية كل درس للتأكد من اجاباتك. يعني انا المفروض نهاية كل درس. الاقي الاجابات. تعالوا نشوف كده في اجابات ولا لا? اه. فين الاجابات? ده مش نهاية الدرس. جايب لي اسئلة للمتفوقين. دي كل اختبار. هل هي نهاية كل درس ولا في اخر الكتاب. تمام? موجودة. يا ريت تكتبو لنا في التعليقات الناس اللي بتسمع الفيديو. تكتبو لنا في التعليقات. هنشوفها بعدين. بس انا وهنا شاطرين. هنعرف نجاب لوحدنا. بيقولك. وضح لماذا يكون كل من الاعداد الاتياء عدد النسبين. احنا قلنا الرقم ده واحد وجنبيها اتنين على تلاتة. ده عدد نسبي. هنطلعه كسر. ازاي? اهو. يلا 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 القانون. القانون اعمل شرطة كسر ضويلة. نزل البسط. نزل المقام. واعمل زائد. واعمل مقص. اللي فوق ده في ده. واحد في تلاتة. بتلاتة. يبقى واحد. واحد واتنين على تلاتة. اقدر اكتبها اتنين زائد تلاتة. بخمسة على تلاتة. خمسة على تلاتة ده كسر. وبالتالي هو عدد نسبي. عدد. عدد نسبي لانه كسر. بسطوا مقام. رقم اتنين. اقري لي. رقم اتنين يا هنه. تلاتة تلاتة وسبعة من انا اقدر اكتبها ازاي يا شباب? تلاتة بدل وسبعة من مية دي اكتبها السبعة على مية. او سبعة في المية. اقدر اكتب سبعة في المية ايوة. من مية او في المية خلاص اقدر اعملها ازاي يلا مقص بسرعة اعمل شرطة كسر طويلة ونزل المقام مية ونزل البسط سبعة وثلاثة في مية بتلتمية يبقى دي تلتمية يبقى هاتساوي تلتمية وسبعة برافو عليك يا هنونة على مية يبقى ده برضو كسر فبالتالي هو عدد نسبي طيب رقم ثلاثة سالب واحد وخمسين سالب واحد وخمسين ده هو عدد صحيح وبالتالي وبالتالي هو عدد نسبي ليه لان كل اعداد الصحيحة اعداد نسبية طيب رقم اربعة تلاتين في المية سهلا يا هنونة يعني تلاتين على مية ممكن اشطب دي كده مع دي تبقى كأنها تلاتة على عشرة يبقى ده تكسر وبالتالي هو عدد نسبي طيب بعد كده اللي بعديها مية خلي بالك مية واثنين في المية سهلا يعني مية واثنين على مية بقى يتكسر وبالتالي هي عدد نسبي هي عدد نسبي خلاص احنا خلصنا لحد المثال الاولاني وخدنا حاول بنفسك رقم واحد واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير لمنهج الصف الاول الاعداد الرياضيات وانا بشكر هنا وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته